وصل مجلس النواب رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسة العامة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة من حيث المبدأ وشهدت الجلسات العامة وعلى مدار اليومين السابقين إلقاء بيانات من ثلاثة وزراء بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهم وزراء الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والعدل والخارجية والهجرة فضلاً على الاستماع لكلمات أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لدرسة وإعداد مشروع القانون